ترحب بضيوفي هنا في البلاطوة سيد سامير غاني منظم المعرض الدولي لزيت الزيتون مرحبا بك شكرا على قبول الدعوة كما يتوجد معي كذلك المتعامل اقتصادي حسان قوك متعامل اقتصادي تركي مرحبا بك شكرا على قبولك الدعوة إذن أبدأ بك سيد سامير غاني كيف تقيمون الطبعة الخامسة للمعرض الدولي لزيت الزيتون شكرا أخوالي في هالطبعة الخامسة يعني بعد ما كنا عملنا طبعة الفارطة في وهران عودنا إلى الجزائر العاصمة وين كان الطلب للمشاركين باش يكون في الجزائر العاصمة طبعة كانت ناجحة حوالي أكثر من أربعين مشارك من دول من الشقيقة تونس من تركيا من إيطاليا ومن الجزائر اللي خلات المشاركين يبرزوا بالجودة زيت الزيتون الجزائرية اللي متواجدة في المعرض في كل جناح هذا الطبعة سمحت لنا أنه كنا علمنا على الجوائز المسابقة الوطنية لأحسن زيت الزيتون أفولاي اللي كانوا مشاركين جديد وكانوا فائزين جديد خاصة منهم شبان جامعيين اللي بدأوا يحترفوا هذه المهنة لأنه فهموا أنه الاقتصاد زيت الزيتون حاجة لتخليهم يكبروا ويكون عندهم نجاح فيه دعنا تتقل إلى المتعامل الاقتصادي حسن جوك عندما نتحدث عن السوق الجزائرية ربما كيف ترون السوق الجزائرية بالنسبة لكم كمستطمرين في مجال شعبة زيت الزيتون أول حاجة بشكركم كتير على استقبال تبعكم أنا أول ما جيت على الجزائر كنت في 2007 أنا جيت لهنا وكنت شارك في معارض زيت الزيتون لقيت نفسي أنه وحدي حاليا كل يوم عن يوم صار يتقدم الزيت الزيتون في الجزائر والزيتون ما شاء الله الجزائر عنده أراضي وسيعة وبلشوا يزرعوا هالزيتون رحظت حاجة هالسنة أنه بلشت الفلاح بلش يحكي في الجودة بلش يحكي في الجودة وحابب ينتج الجودة وهذا هو السبب أن معرض العملنا حاليا أستاذ سمير ألجير أوليوا هو معرض ممتاز هو الخلى السبب أن الناس تقدم في الزيت الزيتون وفي الزيتون جميل أقول لك أستاذ سمير جاني ندرك أهمية شعبة زيت الزيتون كقيمة مضافة في الناتج الداخلي للفلاحة في الجزائر وندرك أهمية هذه المعارض بمشاركة شركاء من تركيا من إيطاليا من تونس نحن في طبع الخامسة مقارنة بالسنوات الماضية هل بدأت الشعبة تجد لها مكانا في القطاع الفلاحي بالضبط؟ أكيد أنا دائما نقول أن شعبة زيت الزيتون اللي كنا مهمشينها وكنا نتعامل معاها كأنه بالتقليدي يعني حاجة تقليدية كلاسي لا أهمية والآن داركوا الناس أنه حاجة اقتصادية المعاصر زيت الزيتون العالم تطور ما بقيتش هذه معاصر تقليدية الناس فهمت أنه لازم يربحوا في السرعة لازم يربحوا في الكمية تعالى العصر لأنه حتى الجودة تعالى الزيت الزيتون ما يسمحش أنه يستنى بزاف باش يتعصر فهموا الناس أنه الزيتون لازم من خلال 36 ساعة لازم من الشجرة يمشي للمعصرة ويتعصر باش تكون عدنا تحسين طرق العصر وإجراءة العصر تحسين طرق العصر هذا الشي اللي كنا منذ خمس سنوات وحنا ناديو فيه وتعدينا في البلاتو وتاعك وكنا نحسه في المستهلك وكذا في المصنع الآن المصنع فهم هذا الشي هذا وورانا نشوفه ديناميكية في اقتناء للماشين التكنولوجيات الحديثة سواء في العصر أو حتى في جن الزيتون ما يخفاكش أنه حتى الجن كنا بطريقة تقليدية وين عندنا أشجار كبار يفوقوا ثلاثة أربع متر وين كانوا صاروا حوادث وين ستوفات السنة هذه في بويرا توفات إمارة أربية يرحمها والعلم تطور الآن كان الماكينات التليسكوبيك اللي ترجم من الأرض ثلاثة 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 غير ما تطلع في الشجرة هذا أمور جدد في الجزائر للمصنع والفلاح راهوا يحوس عليهم وهذا اللي يخلي أنه باش نطوروا في هات شعبات تقعد بالنسبة للكمية الآن الزيت في العالم في السنتين الماضياتين الزيت ارتفع بحوالي 100 إلى 200 خاصة مع تراجع الإنتاج في إسبانيا بسبب المجفاف والحرارة خاصة مع تراجع الإسبانيا لمدة سنتين الإنتاج تراجع بـ 50% والمخزون الدولي اللي تراجع كثير لهذا اللي يخلي أنه سعر زيت زيتون اللي كان يسوى بـ 3 أورو الآن راهو بـ 9 أورو يعني سعر اللي كنا من قبل ما كناش نقدر نفسه الزيوت اللي موجودة في العالم الآن بالسعر هذا نقدر نفسه لكن لازم بالنسبة للكمية بالنسبة لزراعة الزيتون لازم نزرع الزيتون أنا دايما نقول أنه الجزائر هي اللي عندها المساحات اللازمة والكبيرة باش تضاعف المنتوج تعزيز زيت تاحا بغرص الزيتون نعم سأسأل حسن قولك المتعاون الاقتصادي تركي ندرك أهمية الشركات هناك قانون الاستثمار جديد في الجزائر يحفز المستثمرين الأجانب لدخول الجزائر والاستثمار في الجزائر كيف وجدتم الآن السوق مع هذه الامتيازات لقانون الاستثمار هل هناك شركات مع شركاء جزائريين في هذا المجال؟ طبعا نحن نحاول نسوي مشاركات مع المستشارين مع الجزائرين نحن حاليا في المعرض وحابين نتعرف مع الناس مع فلاحة جديدة نحابب نشاركهم نعطيهم معلومات صحيحة كيف يقدروا يخدموا الزيتون كيف يخدموا الزيت الزيتون نعطيهم طريقة في تكنولوجيا عالية ونحن هنا موجودين أننا مشان نشارك طبعا في أكثر من المنتجات في الجزائر حتى شاهدنا اهتمام السفير التركي في اليوم الأول ماذا قال لكم بالسفير التركي؟ نلاحظنا اهتمام التركية بالمستثمرين الأجانب في الجزائر من طرف السفارة التركية ماذا قال لكم بضغط السفير التركي؟ السفير التركي كان سعيد جدا أننا شافنا في المعرض وشاف التكنولوجيا الموجودة جاي من تركيا على الجزائر وكان هو مشكور جدا أن الشعب الجزائري كان مهتم في الماكينات تبعنا هو كان سعيد جدا عن جد جميل أستاذ سامير قاني في نفس السياق استثمارات وقانون استثمار جديد ناحث سوركا أتراك إيطاليين تونسين في الجزائر في هذا المعرض الدولي ندرك أهمية هذه الشعبة في الاقتصادات العالمية خاصة في البحر الأبيض المتوسط في جنوب القارة الأوروبية وشمال القارة الإفريقية الآن هناك مساحات للاستثمار في مجال زيت الزيتون وفي شجرة الزيتون وهناك منافسة كبيرة في البحر الأبيض المتوسط بعديد من دول أين نضع جزائر الآن مع ارتفاع ربما ونوعية إنتاج زيت الزيتون ندرك أن السوق يطلب زيت الزيتون البكر الممتاز بأقل حموضة وزيت البكر مقارنة بالسنوات الماضية الآن الاهتمام أكبر نحو النوعية والجودة وكذلك الحموضة الأقل في زيوت الجزائرية أكيد سيواليد هو الطلب الآن في العالم أراه أكيد خصيصا بالنسبة للجودة للبكر الممتاز والبكر لكن حتى الزيت الزيت الزيتون غير صالحة للاستهلاك الزيت زيتون غير صالحة للاستهلاك السوم تحت طلع لأنه في بلدان كما إسبانيا يعملوا لها رفيناج ويعودوا يستعملوها ويكرروها يعادة الرسكلة يعادة الرسكلة يعني حتى حاجة مرضيع وفيه أزمة في السوق العالمية تبقى في الاستثمارات احنا عندنا أراضي شاسعة أنا نقول أن الجزائر عندها فرصة الآن فرصة أنه تكون هي البلد التي تضبط أسوام السوق العالمية في زيت الزيتون في المدى القريب والبعيد بحكم ماذا الأستاذ سامي القانير؟ بحكم المساحة والأراضي الزراعية المتوفرة أو حتى الأشجار الآن الغير ملقمة موجودة في الجزائر من الجزائر العاصمة إلى غاية الشرق الجزائري بمدينة عنابة أكيد هي الجزائر بلد قارة والآن مع تطور العلم الزيتون نقدر نزرعه في الشمال كما في الجنوب كانت تقنيات وعندنا الآن تجارب شفناها في الجلفة في الغوات حتى في النعامة وكنت شفت في المعد العارضين اللي جايين من مختلف الولايات الجزائر بلد قارة الجزائر بلد الوحيد في الحوض المتوسط اللي عنده المساحات الكبيرة واللازمة اللي نقدره نزرعه يعني كمية كبيرة من من الزيتون احنا الآن حاجتنا ما يقولش على سبعمائة ألف اكتار من الزيتون سامير في نفس السياق هل يمكن تقطيع السوق العالمية باستثمارات كبرى مشاريع كبرى في الجزائر خاصة أنه ندرك أنه الآن زراعة صحراوية في المنافع الولايات الداخلية هناك نجاح كبير لشجرة الزيتون خاصة الشملال بنسبة الجزائر أكيد باش نقوله نغطيه السوق العالمية هذا على المدى الطويل نممكن لكن على المدى القريب والمتوسط كنتكلم على سبعمائة ألف اكتار هذا في متناول الجزائر في المساحة المساحة موجودة حتى الإمكانيات موجودة حتى المستثمرين لراهم متهيئين وحابين يستثمروا في المجال هذا عندي قائمة أكثر من مئتين مستثمر من ليحوسوا على قطع أراضي باش يستثمروا من عشرة اكتار حتى الخمسة الاف اكتار هادوا موثقين وعندنا الأسامي تحهم يعني المستثمرين موجودين الدولة مسهلة الأمور في اقتناء الأراضي أو حتى مع البنوك اللي لازم يكون تسهيلات يعني في الأمر هذا والشيء هذا يدارك لكن عندنا الإمكانيات اللي ما عندهاش بلد أخرى حتى إسبانيا ما عندهاش هذه الإمكانيات ربما يوافق كرائل المتعامل الاقتصادي للتركيا سيد حسن في نفس السياق سيد حسن ندرك الآن أن المعاصر الحديثة هي مستقبل لزراعات وعصر زيت الزيتون بالنسبة لشركتكم التركية أين تتواجد في الجزائر هل هناك طلبات بالنسبة للمتعامل الجزائر على المعاصر التركية طبعا هلأ نحن 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 أن شركات صناعية نحن نحن نسوي مكينات أنه من أحسن من أفضل مكينات تكون في الميدان وأحدث من أحدث مكينات وأحسن تكنولوجي نحن بهمنا موضوع الزيت الزيتون الزيت الزيتون نحسه نحن زي الطفل يعني قديش ما بتدير بالك عليه بيطلع جودة أعلى ونحن هذا الشيء بفضلنا نحن نصنع مكينات من بطريقة أحسن جودة وطريقة على العصر الباردة بقديش ما منقدر نحن منحول نعمل عصر باردة وهو أصلا الزيتون لازم يكون من الصجر للمعصرة هو أفضل حاجة يكون من الصجر للمعصرة نحن نبعده على الأكسادة قبل كنا يعني قبل بعد على عشر سنين قبل كانت عصرية تقليدية كان يجيبه الزيتون يوقف تقريبا أسبوع من زمان في المعصرة الزيتون كان يعفين يجري ميته يعني حاليا لا حاليا من الصجرة للمعصرة من الصجرة إلى المعصرة وهو أمر مهم كذلك أستاذ سامير قاني ثقافة الاستهلاكية الضرورية وتحسين الثقافة الاستهلاكية في الجزائر الضروري كذلك حتى يدرك الجزائر أنه ضروري أن يستهلك البكر زيت زيتون البكر الممتاز والزيت زيتون البكر مقارنة بالزيوت ربما المعروضة والمغشوشة كذلك هذا موضوع كبير كبير جدا أستاذ سامير قاني حقيقة يعني لو تناولنا موضوع تعل الزيت المغشوشة خاصة هذه السنة وين ارتفع زيت زيتون يعني لا يسمحهم الناس لتغش لقاتل الفرصة أنها ونرىها عبر الشبكات التواصل الاجتماعي بصفحات والحديث عن زيوت أنها بكر وكذا وكذا أكيد وإحنا كل المتعاملين نعرف كم تكلفة زيت زيتون صدقني وليد الزيت تحت 900 دينار فيها شك أنها مغشوشة لأنه بالشانجمان كليماتيك تغيرات المناخية لاحظنا هذه السنة الرندمان في الزيتون ناقص الزيتون اللي كان يمد 18-20 لتر في القنطار هذا العام مد 6-18 لتر في القنطار وحتى الزيتون كان السومة في السوق غالي تكلفة الزيت وصلت حتى 11-1220 دينار المتعاملين رانا بتواصل معهم يعني من محال أنه زيت تكون السومة أقل من 900 دينار أعود لحسن قول قبل أن نختم سؤال الأخير هل من استثمارات لشركتكم في الجزائر باختصار إن شاء الله موجود يعني استثمار في الجزائر كأن إن شاء الله رح نكون أحسن إن شاء الله نعم أستاذ ساميرغاني هل من هل المطلبات حال لتصدير زيت الزيتون الجزائري لنحو الخارج الجزائر كدعوتنا في أخبار المال ترجمة نانسي قنقر